شهدت محافظة الحديدة أمطاراً غزيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح نتج عنها تضرر عدد من الممتلكات الخاصة والعامة وقال نصر محلي أن المياه دخلت إلى بعض المنازل فيما تساقطت بعض الأسقف وتهدمت بعض الجدران كما أنه طول الأمطار إلى سقوط عدد من اللافتات بالشوارع الرئيسية دون حدوث إصابات بشرية في سياق متصل انهار الجسر الرابط ما بين مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقي جراء غزارة الأمطار والسيون الجارفة وعدم الصيانة ويعتبر الجسر من أقدم الجسور حيث يتراوح بنائه منذ خمسين عاماً دون سيارة دورية والحاقة السيون والأمطار خلال الأيام الماضية أضراراً واسعة بالممتلكات العامة والخاصة في عدد من مديرية محافظة الحديدة رصدت كاميرا المهرية ضرار السيون في منطقة وادي نخلة بمديرية حيث في محافظة الحديدة وتضربت أكثر من ألف وخمسمائة أسرة جراء السيون والفيضانات في مديرية حيث بمحافظة الحديدة الآن نحن مضروري يعني ضرار الآن هذا اللي أمامك كان أول نستعد نقيمه بخمسين ألف يكلف حاناً خمسين ألف الآن ما يكلف إذا سبعمائة ألف ثمانمائة ألف ومش ممكن أن نعاده يرقع زي ما كان كنا خمسين ألف ونرقعون نسقي الأرض والحمد لله عايشين بنعمة الآن الأرض وسبت كما شفتوها يعني السيل دمرها أنهائياً والآن هذا ما يكلف إذا سبعمائة ألف وأكثر الآن إحنا لا نستطيع وضرب لنا الأرض يعني نشتي حلول نشتي يا فعلول لنا يا سدود يا فعلول لنا قدران يعني حامول لنا على الأرض حتى من هنا أحنا عايشين عليها عايشين على هذه الأرض وأبائنا وأقدادنا عايشين على هذه الأرض وناس قصر عايشين على هذا الأرض نطالب القهى المختصى أن تفعلنا